إلينا فضيل عمر فضيل المتحدث باسمه لجان المقاومة في مدينة الخرطوم ينضم إلينا من الخرطوم أهلا بك معنا تعودوا للتظاهر مرة أخرى في الشارع ربما بنسق تصاعدي لماذا تعود المظاهرات بهذا النسق في حين كان هناك حديث خلال الفترة الماضية والأسبوع الماضية مبادرات سياسية وحديث ربما عن إنكرية توصل إلى حل سياسي مع العسكر في السودان في البداية التحية لك والتحية لكل مستمعيك في كل أنحاء العالم المظاهرات دي مستمرة لأنه حتى الآن ما تحقق استغرار سياسي حتى الآن ما تحقق يعني ما تأسس الدولة مدينية صحيحة على أسس مبنية على فصل السلطات وتفتيت السلطة على مستوى الأحياء لحد ما يحصل المواطن البسيط في اتخاذ غراره يبقى أن المؤادرات التي طلحت في الفترة الماضية كان الهدف مننا أن تشارعنا الانقلاب ده وتعود بين غضل النفخ المزلم العملية بتاعت التفاوض بعد ثورة وفترة انتغالية الانقلاب ده هزات وجاء بعد بعد تفاوض تم بين حكومة مدنية والعسكر لكن ما احترموا السورة الشعبية المرغت بين كل الشعب السوداني التي كانت بترفض القتل وتجيش الحياة السياسية فكل المبادرات التي تم إطلاقها في الفترة الماضية كان الهدف مننا أنها ممارسة السياسة بلغة عسكرية وده كان بالنسبة لنا نحن كرجاء مواما أمر مرفوط نحن نتكلم عن الدولة المدنية اللي هي السلطة فيها بشكل كامل للمدنيين السلطة فيها كلها والإرادة للشعب السوداني هو اللي يختار مسار دولته هو اللي يختار كيف التعاملاته خارجيا وداخليا وهو اللي يختار كيف نمط الحياة بالشكل العادي على مستوى السودان يكون كيف لكن الغوال العسكرية أبت أن تخضع الإرادة الشعب السوداني ببساطة لأنه حتى الآن الجيش السوداني غاداته يعني عنده منتماء للنظام السابق بشكل صريح ووادي طبعا عن أي إرادة هنا نتحدث سيد فضير نعم قد يقول المعسكر الآخر من أحزاب سياسية وسياسيين آخرين هم مع شكل المبادرات التي طرحت في المرحلة الماضية مع العسكر بأن هذه الحلول والمبادرات السياسية هي الطريق لإيصال السودان إلى السلام ما الحل الذي لن يشرعن الأنقلاب برأيكم هو ببساطة أي عملية سياسية جديدة بتهدف لأنه بصورة واضحة أنها توفر المهربة الآمن من العدالة ومحاسبة الجناء اللي ارتكبوا بشكل واضح الجرائم بحق الشعب السوداني هي تعتبر ماحل لمشاكل زلنا نعاني منا طوال الفتاة السابقة لأنه ببساطة طالما في غاتل أو في فجاني ارتكب جريمة سواء كانت دستورية أو جنائية بيهرب منا وما يتم محاسبته يبقى هذا تحفيز لمجرم آخر أنه يعتلها رمى السلطة بواصلة السلاح نحن كالجاب مغامر نفتكر أن المبادرات المفروض تطلق سواء كانت سياسية من الحزاب السياسية لآخره تتكلم بشكل واضح وصريح عن ملف العدالة وعن محاسبة الجناء حتى الآن المبادرات المطروحة ملف العدالة مغف منه ما واضح كان مزبزب ونحن كالجاب مغامر طلعنا عن المبادرات سواء كانت اتفاق إطاري لآخره من المبادرات الثانية يبقى أنه شنو الضمانات اللي بتخلي القوى السياسية أنه تخش في عملية سياسية أو اتفاق أو التفاوض مع المجلس العسكري الإنجلاب الحالي وتضمن أنه ما ينقلب على مستقبلا صحيح أن العملية السياسية ما فيها ضمانات لكن ضروري جدا أنه يكون فيه التفاف شعبي على أي مشروع بيتم طرحه ويكون فيه مناغش عليه بشكل واسع على مستوى كل المنصات أو الأندي إلى ذلك كان إحنا كالإجاب مغاومة لما طلعنا ضد النظام السابق كان الهدف أنه ننقل الممارس السياسية من داخل الصوالين إلى الفضاء العام بحيث كل السودانيين والسودانيات يشاركوا في عملية اتخاذ الغرار الحصل اليوم بأكد تماما أنه القوى الإنجلابية المستمسكة بالسلطة الحالية لا يوجد أي نية فيه أنه يحصل انتقال ديمقراطي وما حتى توقف الغتل لأنه ببساطة لا يتم محاسبة والجرائم اللي بتبدر منها هذه هي جرائم ضد الإنسانية يعني ما هي جرائم بتاعة غتل سياسية وممكن نطاق عنها هذه جرائم واسعة النطاق بشكل ممنهج يعني اللي حصل اليوم كان فيه هجوم على مستوى درمار يعني هو الحديث يقول عن الأسباب التي تدفع بالعسكر والهدف منه هو القتل قتل السوار بشكل عام يعني أسئلة عديدة تطرح حول غايات العسكر من اتباع سلوك العنف مع المتظاهرين أشكرك فضيل عمر فضيل المتحدث باسم لجان المقاومة في مدينة الخرطوم على هذه المشاركة معنا